بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة المجتمع السنوية الخاصة بناء صف ثانية شرحة بالمادة تاريخ رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء المجتمع الواعي متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه مستخدما للتكنولوجيا الحديثة القيمة الثربوية كذلك الشهر الابتكار قيمة المسبوعية وهي التطور الهوية الوطنية نعمل مع لتعزيز الهوية الوطنية الهوية الوطنية القطرية تؤكد على زيادة التكاتف المجتمع من خلال تعزيز الحوار والتأكيد على الحوار والثقافات والحضرات والأديل الواحدة الأولى الدرس اليوم الصرور الفلسطينية الكبرى التي بدأت من 1936 إلى 1939 ميلادية نعرض سويا طالبات أهداف درسنا نتوقع من الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرة على أن تعرف الثورة الفلسطينية الكبرى التي بدأت من 1936 ميلادية وأن تفسر إثنين تفسر حدوث الثورة الفلسطينية الكبرى ثلاثة أن توضح أحداث الثورة الفلسطينية الكبرى ننتقل إلى من خلال الخط الزمني الذي أمامك أهم الصرورات الفلسطينية قبل الحد لحظ الخط الزمني لأهم أحداث المرحلة المقاومة الوطنية حتى قيام الحرب العالمية الثانية بدأنا بصورة 1920 ثم بعد ذلك صورة البراق سنة 1929 ثم أخيرا الصرورة الفلسطينية الكبرى 1936 ميلادية ندى سؤال آخر على ما سبق دراستهم ما النتائج المترتبة على صورة البراق عام 1929 واحد فرض عقبات عبكورة والمدن الفلسطينية اثنين ملاحقة طادث الصورة وعدام كثير منهم والسجن البعض الآخر ثلاثة أدرك العرب أن صراحهم يجب أن يكون معنى استعمار البريطاني وليس ضد المشروع السهيوني ننتقل إلى الهدف الأول وأن تعرف الصورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936 تعد الصورة الفلسطينية هي من أكبر وأعظم صرات في تاريخ فلسطين في القرن العشرين لماذا؟ لأنها كانت تعبر عن روح التضحية والإصرار على الحقوق وأدت هذه الصورة في بعض مراحلة للسيطرة على كل الريف الفلسطيني وأيضا قدمت نموذة عالمية وهو أطول إضراب يقوم به شعب كامل عبر التاريخ حيث استمر إضراب الشعب الفلسطيني 178 يوما وقاضت الصورة اللجنة العربية العليا التي تشكلت عام 1935 بقيادة الشيخ أمين الحسين يبقى إذن أهمية الصورة الفلسطينية طعامنا عبرت عن روح التضحية والإصرار على الحقوق ثانيا قدمت نموذة عالمية وهو أطول إضراب يقوم به شعب كامل استمر 178 يوما ثالثا أن قاضي الصورة اللجنة العربية العليا التي تشكلت بقيادة الشيخ أمين الحسين هذا هو الأدف الذي قدمنا به تعريف الصورة الفلسطينية لدي سؤال سكولي قائد الصورة الفلسطينية الكبرى من؟ تمام الشيخ أمين الحسين غلط الهدف من قائد الصورة الفلسطينية الكبرى عام 1936؟ كم يوم استمر إضراب الشعب الفلسطيني في الصورة الكبرى عام 1936؟ ننتقل إلى الهدف الثاني وهو بما تفسر حدوث الصورة الفلسطينية الكبرى ما أسباب قيام الصورة الفلسطينية الكبرى؟ بسبب؟ طبعا أكيد سبب كان ظاهر وهو زيادة الهجرة اليهودية خاصة من ألمانيا إثنين نقل بريطانيا الأراضي العربية لليهود سلاسة أنحياز البريطاني الكامل لليهود رفض قيام حكومة وطنية تعبر عن الشعب الفلسطيني إذن قامت الصورة لعدة أسباب بسبب زيادة الهجرة اليهودية خاصة أتت من ألمانيا نقل بريطانيا للأراضي العربية لليهود الإنحياز البريطاني الكامل لليهود رفض قيام حكومة وطنية تعبر عن الشعب الفلسطيني مرت الصورة طالباتي بعبدة مراحل وهي المرحلة الأولى بدأت من إبريل لأكتوبر 1936 هيا بنا نتعرف على أحداث هذه المرحلة وسوف نكون بتقسمها إلى نقاط أولا دخلت فلسطين في إضراب شامل استمر ستة أشهر وامتنع الأهالي عن ضفع الضراب ثانيا شاركت كل توقف الشعب الفلسطيني في الصورة سواء كان مسلمين أو المسيحيين ثالثا استخدم الاستعمار البريطاني الأسليب بالبطش والأعدمات والسد من وقف الصورة ولكنها فشلت فاستخدمت طرق لوقفها وتهدائتها ومنها إرسال لجنة بيل إذن كان أمام الاستعمار البريطاني استخدم في الأول أسلوب القوة ففشل فاضطر أن يقوم بإرسال لجنة بيل البريطانية لجنة بيل البريطانية ما دورها اضطرح التقسيم فلسطين عن 1937 وهي لجنة ملكية بريطانية كانت برئاسة اللورد بيل جاءت بحجة التعرف على شكاو العلم والتهدئة من الأوضع ولكن انتهت اللجنة في تقريرها إلى اقتراح وتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية دولة عربية منطقة القدس وبيت العقب تحت الانتداب البريطاني يبقى إذن ما نتيجة لجنة بيلة هو اقتراح تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية عربية منطقة القدس وبيت العقب تحت الانتداب البريطاني وضحي أحداث ومراحل الصورة الفلسطينية المرحلة الأولى دخلت في إضراب عام لمدة ستة أشهر شاركت كل التوافر الفلسطينية من المسلمين ومسيحيين استخدمت استعمار البتش والبتش وسلوب البتش والأعدام للسدن الوقف الثورة فأرسلت لجنة بين واقترحت اللجنة تقسيم فلسطين وافق اليهود ورفض العرب هذا هو تعريف بلجنة بين مرسة ثانية هذه هي خريطة الفلسطين مقترح تقسيم لجنة بين كما نوضح أمامنا منطقة خاصة بالدولة العربية الدولة اليهودية وأيضا الدولة المقترحة تحت الحكم البريطاني رحب العرب؟ لا رفض العرب التقسيم ووافق اليهود من خلال الخريطة التي أمامك حدد المناطق اليهودية والمناطق العربية ومن رأيك قيمة قرارات لجنة بين في الضوء الحق التاريخي للشعب الفلسطيني نوضح أحداث المرحلة الأولى دخلت فلسطين في إدراو عام شراكة كل الطواف استخدم الاستعمار البتش والأعدامات والسدن وقف الثورة نوضح موقف العرب واليهود من منطرحات لجنة بين كما سبق أن ذكرنا العرب رفضوا الاقتراح والتقسيم لذلك ترجعت بريطانيا عن التقسيم أما اليهود فوفقوا على التقسيم لأنهم سوف يحصون على وطن وتستقبل أي عدد المهاجرين ننتقل ثانيا إلى المرحلة الثانية للصبر الفلسطينية التي هي من سبتمبر 1937 إلى سبتمبر 1939 هذه المرحلة استمرت الثورة وفشلت بريطانيا في إقافها فأصدرت الكتاب الأبيض السالس عام 1939 وهي التي كانت تنص فيه على إقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين إقاف انتقال الأراضي العربية لليهود استقلال فلسطين خلال عشر سنوات ولكن طبعاً إن حركة السمنية رفضت ما جاء في الكتاب وبعما نصر قيام الحرب بالحرب العالمية سنية ترجعت الصورة الفلسطينية هنا نوضح أنا وضع نوضح العوامل التي أدت إلى تراجع الصورة الفلسطينية الكبرى عوامل تراجع الصورة الفلسطينية الكبرى ما هي؟ حل اللجنة العربية العليا وإبعاد بعض أفرادها إلى جزيرة سيشة إقالة المفتي الشيخ أمين الحسين من رئاسة المجلس الإسلام الأعلى أيضاً القيام بحملة اعتقالات واسعة ومطل عدد كبير من قادة الصورة الانهيار الاقتصادي الفلسطيني فترة الصورة استخدام الاستعمار البريطاني كافة وسائل البطشورات الجماعية يبقى من هنا لاحظنا عوامل تراجع الصورة الفلسطينية بسبب حل اللجنة العربية العليا وإبعاد بعض أفرادها إلى جزيرة سيشة إقالة المفتي الشيخ أمين الحسين من رئاسة المجلس الإسلامي قيام بحملة اعتقالات واسعة ومطل عدد كبير من قادة الصورة الانهيار الاقتصادي الفلسطيني فترة الصورة استخدام الاستعمار البريطاني كافة وسائل البطش والعقبيات الجماعية ننتقل إلى غلق الهدف وهو مضح العمامل التي أدت إلى تراجع الصورة الفلسطينية الكبرى حل اللجنة العربية العليا بقالة المفتي أمين الحسين قام بحملة اعتقالات واسعة انهار اقتصادي الفلسطين فترة الصورة استخدام الاستعمار البريطاني كافة وسائل البطش والعقبيات الجماعية ننتقل الآن إلى الغلق الختامي عليك طلبة الإجابة على هذه الأسئلة في التفترق خاص بك أي الشخصيات الآتية تولي رئيسة اللجنة العربية العليا عام 1935 ما هي مطرحات لالبنيت بيل لتعديث الصورة الفلسطينية فسر أسباب الصورة الفلسطينية الكبرى انتهى درسنا اليوم مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفي